هنا يتكلموا على الحاجات اللي ربما العريسة تخصم ردوا لها البال زاهرة. ما هي الأمور اللي كنت نصحيهم بعدها بها بداية. شي بروتوكول يعملوا قبل ربما ما يوصل لقيتها ديل العرس أو للميك اوب ديله. ومباقي علاقة العرس دياننا والناس اللي نجحوا في باكالوري حتى هما. ما شاء الله لهم بروك صراحة. صراحة الجميع. وان شاء الله تكون أفرح جديدة لنا. وده باك نعرفها دموسم دي الصيف أن نرتفع درجات الحرارة. دائماً كندير واحد العناية اللي كتكون مكسفة كتر. لحقاش كنعرفو هذا الشمس مثلاً هي كتفيدنا كنخضو الفيتامين دي كنستفدو منا. ولكن حسادي كل الأشياء الفوق البنفسجية كتضر لنا البشرة ديانه وشعر ديانه. لهذا حصل عروس يعني كتكون عنده واحد التحضيرات. اللي كتكون بأتمينة يعني قريبة لها في البيت متواضعة يعني كتاخد منتوجات اللي هي طبيعية. وكتتحاول تدير بها واحد الروتينات اللي هي قبل الزفاف وقبل ما تمشي لمركز التجميل. يعني تقدر تبقى عندها تتهي البشرة دي لقبل. نعم. وحل ده بكت الشعر اللي كيكون ناجف عند السيدة انها كتبقى تعطيه واحد البروتينات اللي طبيعية. وكتحاول جدد الكيراتين في الدار. يعني كيراتين اللي كيكون الشعر مركز للشعر. فهناك دائما كنعرفوا ان الزبدة البيض. زبدة الشية ولا الزبدة الحيوانية. كذلك مزموعة من الفواكه اللي كيكونوا فيها واحد يعني قريبة منهم. قدروا بها ماسكات ولكن ديروا علاجات في الدار. كيني كيكونوا على الأطراف طول الشعر. اللي كتكون خشن ولا خشن يعني مكثف كيكون كتقصف سواء بألة الكهربائية. كنحاولوا من النصائح اللي كنعطيهم لذلك الألة الكهربائية. يقلوا منهم في الأوينة الأخيرة. مثلا شو شوار. فلاك. كنا عنده كلهم يعني كي اضيوا بالشعره. وسيغسلوا بني كتصيب السيدة بوحدة في الدار. أنا ما كان مكان جيف طريقة الموت لباش أنا نتنصيب. ماشي بحالي لا مختص لدارس التقنية ربما كيفاش. وتاب بعد ما تكتوني مزروبة. شعر كيكون فازق. بزابت الحاجات ربما ما كردوش لالبال حنا في الدار. هذه نقطة مهمة أن الشعر فازق. مخصاش نديرو لي هذيك البلاك. أكيد أنا هي ما كان نصحش بها في الدار. وإنما حساد الناس اللي كي ياخدوها. ما يديروهاش بوذيك طريقة للشعر فازق. وستحسن يكون الشعر يكون ناشف الحقشية بحل مي كواس. وأكيد مي كيكون الشعر فازق تفل السوشوار العادي. نعم كنشفه. يقولك خاص كتنشوف الشعر ديالك. ديالك ساعات ممكن. ديالك ساعات السوشواري أولا شي حاجة. ولكن كنعرفو أنا بعد السيدات كتقولك لا. إلا خرج شعري فازق أو لهذا. كانت خنق أو لك يدربني البرد غياء. ماي على الأقل فوطة تنشفيه شعرك مزين عاد نمشي. دونك تكلمتي على شي أمور لي هي من المطبخ ديالنا المغربي. أكيد مني تتكلمي على الزبدة. وبزاف اللي عندنا. زبدة شيع أولادة ولو الناس كيعتمدوا على كتير. أو لحبوب شيع. يعني قلت بزاف كنشوفوها بزاف في الوصفات. في الأكل ديالنا. تكلمتي على ربما خضر فواكه. اللي أكيد دائما كن بغون استفدو من القشرة ديالهم. أول مكونات ديالهم على البشرة. هنا يا السيدة شحد الوقت. أو العروس. شحد الوقت اللي خاصة تكون كتع الثاني أو لا. كتهي البشرة دياله قبل ما تمشي. المراكز جميل. قبل ربما تمشي باش أنها تشوف مع الميكب أرتيس لغي. عملها الميكب ديال الأرس دياله. شحد خاصة تكون مستعدة. يعني أكثر فترة يعني ثلاثة أشهر كتكون يعني. كافية. كافية. ولكن اللي كان عندها الدرك و كان عارفو ده بالضغط لي كان عيشوه. والحياة اليومية كيفية واحد النوع من يعني الوقس ما كيش نعم. فهي شهر يعني راه كافية وله 45 يوم. فهي كافية جدا أنها تعطيها هذك النتيجة المرغوب فيها. بهذك المواد اللي هي طبيعية. و يعني ندخل مثلا في هذك التجميل اللي طبيعي جدا. اللي كيكون في متناول الجامع. نعم. أجيدة بمشي الوصفات وأكيد مرحبا دائما بكل مستميم السميعات. اللي قدرتهم يتواصلوا معنا. رقمنا راه الإشارة اللي هو سفر خمسة اتنين وعشرين. سفر خمسة اتنين وعشرين. سفر خمسة اتنين وعشرين. سفر خمسة اتنين وعشرين. شو الماسك اللي بدأوا بيه؟ شعر أو البشرة؟ نعتوه للشعر هو الأول. مرحبا. يعني. بالنسبة للشعر كنعرفه كيف قلت لك ذك الأشيعة. إنها كت تحميوه منها كتتأثر. أنا أعطيهم واحد سبراي. اللي هو ناخده بوحد طريقة اللي بسيطة. أنه ناخده الأرز. يعني الأرز هادك اللي كيكون كامل. يعني ماشي هادك اللي كيكون دلازت. ذاك البيض اللي كيكون ركا. هذا كن ناخده. اللي كتكون حبة كاملة. نعم حبة كاملة. فكنديروه كن ناخده بحالي كننقعوه في الماء. يعني كنرطبوه في الماء. كناخدوه كاس ديال الروز. وكنديروه في الماء. وكنخليه 24 ساعة حتى 48 ساعة علاج. كيولي مخمر. يعني الفرق هادك الماء كيولي بيض. نديروه في نصف ساعة. وكنناخدو هادك الماء كنحصلو عليه بيض. ولكن ماشي بحالي كيبقى 48 ساعة. كيتسمى مخمر. يعني كفيه وحد الفوائد. نعم الأرض فيه بزفة المواد اللي هي جميلة بزاف. للمستوى الأكل مثلا الجسم ديالنا. وحسن البشرة. وكنديروه هنا كماسكات. وحتى دابا هاد السبراي. كنا نخدموه به على المستوى البشرة. وكنديروه في الشعر. بالنسبة للشعر شنو كيدير. كيحيد لنا منتساقط. كيحيد لنا هادوك الأكساد اللي كتكون على المستوى. الفروة الرأس. الفروة الشعر أكيد. وبالنسبة كيعطينا حصل واحد. اللمعين لهادك الشعر. كيبقاش باهزة. وفي النفس الوقت كنتحسي بالانتعاش. لحقاش احنا كنديروه مثلا ذاك سبراي. كنديروه قرع بخاه. كناخدوها مثلا. وكسب أخي كتر الشيبية. وفي النفس الوقت كترت بيا. كنعرفوه في درجة الحرار الإنسان كيعرق. ودوق الدهون. ولا مثلا هاديك اللي ضغطها سيوم. ما كسبقاش في. احنا كن نصحه بشرب المياه. وأكل الخضروات والفواكه. صح. ولكن هاد سبراي كيغذي. يعني هو مغذي من الدرجة الأولى. وفي النفس الوقت كي يحملين الشعر من. نعم. هاد السبراي أنا اني رشو على شعرتين في الزجو. ومثلا مشي الحمام بعد باش يتغسل. أو لك نخليه في شعر ديال. نقدروه أننا نخليه في الشعر. لحقاش. وكي يعطي واحد اللون ديال. ولكن ريحة ما تكونش حاسي مني كتسلقيه. نعم. مني كتسلقيه وتأخذي الما ديال روز كتكون ريحتو. نعم. ولكن هو ممسلوقش. هنا يكي يعطي ريحة. هو مخمر. مزيان. يعني الاخضر. دوقين ناخده مثلا واحد الكاس ديال الروز. معجوش كيسان ديال الما ولا كاس. نعم. وكنخليه كيبات 48 ساعة. ما اللي أحسن. من بعد كنصفي وكنعملوه في البخاخ. وكنبقى وما كيكون تكون فيه لا رايحة الاوالو. ممتاز. وكنخدموه بحسا على المستوي الوجه. نعم. سيدة تستعملو الوقت اللي بغت شنو. نعم تقدر تستعملو الوقت اللي كاس بغي. ولكن تقدر تديرو حسا على الفرواء. وكتدير واحد الماساج بالبصمة ديال. بالأصابة ديالها. باش انها كتتحفز انها كتتوصل لها ديك الدورة الدموية. لها دوك المناطق. وحسا الخلايا كي ياخدوا من هذك المكوين. تنفسي يعني الاكسا ديالي كتكون في البشرة كتحيت. اللي كتلت الشعر اكيد. ممتاز. هنا يشحل مرات تديرو في. تقدر تديرو طرب هات المرات في اليوم. لحقة شوهم اللي كتديري في التلاج ولا في البراد. مثلا. تكتلحسي بذلك الانتعاج. فهو بارد. وفي نفس الوقت كي يغضي. مثلا الناس كنعرفهم كيديرو غالي سبراي مثلا. كي ياخدوهم. مكونات لي طبيعي. كي يستفدو منه كي يزبرد عليهم كتعطيهم الانتعاج. والا. هنايا نقدرون نحتفدو بيش حال يبقى معانا في تلاجة هاد المادية دا الروس. أنا دائما كنقول إنسان ما يتفوتش عليه واحد مثلا ثلاث ايام. ونحيدوه وخاك نديرو فادك. خاصتنا دائما من الحاجة اللي تكون. كتعطيع جديدة. نعم. كتكون احسن. ممتاز هاد السبراي هادا كي نفعتها للبشرة. نعم. نفسه نيت نقدرون نرشو على البشرة. نفسه هو كنرشوه للشعر. لمستوى الشعر. والنبشرة دي هادنا. تقدر استيدا لغدير مكياج. وعندها مثلا دهنية. كي يخدم جميع انواع دي البشرة. بالنسبة الناس اللي كتكون عندهم بشرة ناشفة وفات الشقوقات. مثلا تقدر تزيد عليه مثلا. هاداك اللي زامبول دي الفيتامين ا. ولا تكون عنده واحد لاداك. واحد اللي يقوت مثلا تقدر تكمله مع السبراي. بشي اعطالي دغتاسي والانتعاج. والناس اللي عندهم البشرة اللي كتكون دهنية ولا نغمال. انهم يحب دي ديروه هكا كمخمر عادي. نعم. دوكر شو على الوجه دينات. نخلي شوية الوقت تشربو الوجه. نعم. نغسلو مؤهلا لا. نخليو. نعمل. نبغيو. نبقون ديرو عدة مرات. يعني كتحسي بالانتعاج. او لك عندها تخرج السيدة مثلا تدير ميك اوب. ولا ما كانتش تديره تقدر تدير غير الواقع الشمسي وكتخرج. ولكن كتكون غزلات سؤال. حيث يعطيه واحد اللون بحل الابيض. حالك الشوبية. نعم. 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 كيتبت الميك اوب. بالنسبة اللي عندهم إفرازات على مستوى البشرة اللي كتكون مسام واسعة. نعم. فهو يكون بارد. بحال يقدر شي مكعبات تلج. مثلا. مش كنصدول مسام. ممتاز. هي كتكون بطريقة. هي كتكون قريبة. وسهلة سهلة. والتنين في واحد. يعني الشعر اللي موجة مزيد. عشنو الوصفة الثانية اللي غان اخدو من عندك زاهرة. الوصفة الثانية. نهدروا على القصوص اللي كنعرفوه. فيه واحد المنافع اللي بزاف كتيرة. وفيه واحد المادة اللي هي اللي كوكاليوكينا. فهي كتحدلينا من هادوك الالتهاب. اللي كيكون عندنا لمستور الشعر. فهنا هاد هاد سبراي غدي نديروه. دبقا انا حب هذا يعني ان الانسان فاد الفترة. وارتفاع درجة الحرارة. لسبراي كيكونوا في متناول جميع. ويكونوا ساهلين. فقنا نقدر نخدموه على مستوى الوجه ومستوى الشعر. وزيلا. فسهو كنناخدوه وكننقعو يعني واحد لمدة. ناخد عرقصوس. عرقصوس. نعم. كنقطعوه صغير. ما كنقطعوه شقاع كغيم وكننديروه مثلا. هو شفشي كيش فرشش. بوالة انا كنتخدر اه. احنا كنقوله بحالة كنتخدر وزيفة ذاك اليادة والبهراز. ذاكي طرقات قليدية. واللي ما عندوش كيقدر يحلو على او يكون طويل. نحقاش ونحلو غب المساكة. نعم. وكننخلن خلو عليه المال يكون طيبي. يعني المال يكون ساخن. وكنخليه حسيه كيبرد. وكنناخدوه وكنبقون نخدموه به. هذا فهو من العياجات. وغيرتها ريحة زوينا. ريحة زوينا الجسم والشعر. وفي النفس الوقت فيه يعني منافع لتأخر شيخوخها بالنسبة لمستوى البشرة. كيعلج لنا الحروق او اللي كتكون عندنا ذاك خطريات جلدية. نعم. وهو شنو كيدير على الشمس. كنا عرفوا انه شنو كيمنع هاداك الميلانين مع. القونتاك. نعم. كيمنع تأكتي بالابو مع اشيعة الشمس. كتولي الميلانين كتخرج. كتولي عندنا تصبغات او بقع. على مستوى البشرة. فهو بحلوة كشمسي. وهو طبيعي. وفي النفس الوقت كي حدلينا حسن من هادوك الافرازات اللي كان هادرو بالنسبة كل واحد على مشكل البشرة دياله. فهو يقدر ديره اي نوع من البشرة. ما كيسبب لاحساسية. لا تشي حاجة مع مرش يحدزها صراحة. كشك من هاد السبراي يعني كياخدوهم المتابعات ديالي ولا الزبونات ديالي. كيعطوهم نتائج لأكثر. وكتبالي من اول استعمال. فهد السبراي. اشلوتي يعطي على مستوى الوجه يعني واش. مثلا الانسان كيحس ان الوجه ديال متلا انصفه. شي اكا كيكون. نعم. بومين كنت كلبه. نعم بومين كيعطيبها انه كيفتح ويرطيب ويغذي البشرة. ومع ذلك كيعطي حساب ترطيب واللمعان. فهو هادوك الاحماد اللي فيه مضاد للاكسادة. فهو فيه مجموعة من الفيتامينات اللي هي كتعود تساعد البشرة. ولا كتساعد الشعر انه مثلا ميبقاش فيه تساقط. وما كيبقاش فيه مثلا هادوك الفيطريات اللي كيكونو. مثلا كنعرفو احنا يب كنتعرضو للتلوث ولا المناخ. يعني احتل السيارات وغيرها. والعرق والعرق فهو كيجدب كل شي. نعم واخنا كنحاولو من نوع من الحكة. كنحسو للانتفاخ ما كيبقاش. فهو ما كيخليش كل بلاسة في هادوك اللي غجوغ. هادوك الاحمارة وانتفاخ. ولك تحسي بذلك نوع من الحكة فهو كيساعدها. وكيعطينا حسي العلاج ضده تساقط الشعر. فهو هاد المكون درناها كسبري. وهو في نفس الوقت كندقوه كيف قلشي. عدا كنديروه في ذيك الالة الكهربائية اللي كنتحنوه بها. كنتحنوه. كناخدو البودرة ديالو. وكنضيفو. بدرة دي العرق سوس. دي العرق سوس. وكنزيدو عليها جوج معالقة دي الزيت زيتون. وكنزيدو عليها غيب اصفر ديالبيضة. كنديروه. هذا الماسك هذا كنخلطوه. كنخلطوه نعم. وكنديروه وكنشقو به الفروة الشعر. وكنشقو به الشعر ديالنا. نعم. وبالنسبة ذاك الاصفر ديالبيض اللي كنعرفوه هو غني بالبروتينات اللي كنديروهم. فهو في الاخر كنملي كان نتوز وحد خمستاشر دقيقة. عدا كنش الدول ما. ولا هادك سبراي اللي كان عندنا ديال. ديال عقسوس. موسوس وكانبقى وكانبقى وبخقوه على الشعر ديالنا. وكانبقى بحالة كنديروه نوع من المساج والت قولrates اللي كانبقى ونشبركهم بالقنشبذوه. حالة كنديروا veilس المساج للشعر. وكانبقىو نشبهو الشعر في حالة كمن لغا من الاتراف لمزيلا. يعني حسا هادوك التشققات والذي اللي كيكون عندنا تكسوفات اللي كيكونوا ما كتبقاش تحسب الشعر خاشين وكتعطينا واحد الملمس ليزوين وانفوك نغسلوه كسبان الغزيلة ديالو نعم قلتي معلقة ديال عرقصوص مدقوق ناخدو نغم المو واحد جوج معالق من الاحسن وكنزيدو عليها البيضة الأصفر ديال البيضة وجوج معالق ديال زيت زيتون كتخلط كنش قباغي الشعر ديال غير الفروض الرأس نعم او للجودور والجودور مش كد لاذيك الفرواء كتشبغ وكتاخذ هذوك الفيتامينات كدوس 15 دقيقة الاولى كرشوها بسبراي ديال عرقصوص نيت ديالوصفة اللي غن ناخدوها دابا الوصفة اللي غن ناخدوها دابا هي ديال الخروب اللي كنعرفو دابا ما ارتفاع درجات الحرارة كتنبدت نشف لابا وستحلمو السوى الشعر فهو كيكون غني بزف ديال الفيتامينات اللي فيها الفوسفور والمانيزيوم والحديد وفي نفس الوقت في حسن الفيتامين اش اللي كي يساعدنا باش للبشرة ديالنا ولا الشعر ديالنا ما كينشفش فهو كي يضغطي لنا الشعر بواحد شكل اللي كيكون جميل كناخدو ربعات المعالق ديال الخروب اللي كيكون مطحون كنزيدو ربعات المعالق ديال الكوركم اللي هو متوفر في اي بيت مغريبي وكنزيدو ربعات المعالق ديال زيتون وكنديرو معالقة ديال كاكاو الكاكاو حتى هو في بزف المعادن اللي كتساعدنا كاكا والمر المر المر اكيد كيعطينا واحد اللون واللي الخاصية اللي كينا في الخرب انه كي ايه كي عطل لنا ظهور الشيب يعني حتى هو كيعطينا واحد حلا مثلا كيساعد البشرة ديال فروة الشعر بانها كتكتسب واحد اللون اللي كيكون جميل بهذا الكاكا ولي كيكون حتى هو كيديرنا تسريع الدورة الدموية اللي كيتوصل لنا تحفيز من كيكو الحديد والفوسفور والمانيزيوم والزيت الزيت واللي من الزوية الأحادية الغير مشبهة فكتعطي واحد الرسالة سريعة للفروة الرأس اللي كتمتصل لنا هدوك اللي فيتامين وكتساعدنا على ان ما تبقى الشعر كي يطيح وكنا حيضو قاعدوك الفطريات ولا كيكونوا عندنا مشكدة القزيمة في الشعر ولا القشرة فهو ما كيبقاش وحساك ينبت لنا الشعر لحقاش نعم لكي تكونوا هاد المكونات كاملين فكتعطينا واحد النتيجة اللي كتكون راضي عليها اي سيدة فهو ما كنخلطو هاد المكونات وكنحصلو على واحد المادة اللي كتكون كريمية وكنبقوا نديروها بالهزوها وكنبقوا بشكل بحالة كنطلو الحنة الشرقة العامية في الدار وكنبقوا نديرو الصباح ديالنا وكنحبوه ماصي وشعرنا لحقاش هذه الساعة كنبدا ونخليوا الدورة الدموية كتشاغل وهادوك المعادي اللي كيني في المكونات اللي ذكرت فاش ما كي تجمعنا الحديد والفوسفور والمانيزيوم والبوتاسيوم كتكون سريعة الحركة وكتوصل وكيكون امتصاص على مستوى الجلد والفرواء اكثر مزيان هاد الوصفة هادي شحال يديروها الناس مرة في القادرون ديروها حسل ثلاثات المراس بالنسبة الناس اللي كيكونوا عندهم مشاكل كتيرا والناس اللي كتكون عندهم تبرك الله شعر ديالهم مزيان تقدر تديرها غير مرة اوج مراس في الأسبوع والناس اللي كيعاني ومن مسلما اللي كيكون عندهم اللي كيكون عندهم لكزيما كيف قلت لك الفيترياز فهوما هادوك الاكسادة اللي كتكون عندهم كتحيد من فضل هاد الماسك ولا هاد المكونات لذكرنا جميل هادو زيت زيتون هادا دونك ماسك ينفع كل انواع ديال البشرة نعم جميع انواع البشرة ما فيه الحساسية لا تشي حاجة لحقاش كنعرفهم هما كلهم فيهم معادي اللي هي كنحتاجوها في الذات ديالنا ممتاز هادا ماسك سبيسيال عروس والمرأة المغربية والعربية ايضا لشعر دياله يقدروا يدروح ترجل على شل اللي كنعرفو انا ترجل حاليا ولو تهمية بستخيس وبزنبت الحاجة تهمولو الشعر ديالهم كيتساقط تهمولو كيأتاني وبالشعر ديالهم توقين تقصبت كنزت الحاجة نعم كيز موجود فيه الفيتامين اجلي كيقلل لنا من ظهور الشيب المبكر مزيان يعني كعطل هنا دك الظهور دي دك الشيب اللي غير مرغوب فيه نعم هلما تكلمتي عليه الشيب زاهرة ولا تكلمتي على هاد الامور كلها ما عرفت وش غات تحضرك شي وصفة اللي تقدر انها تدرق او لا تعطل او لا تتلون على الاقل شي بالنسبة بالنسبة لسيدة ناخدوها معك في لاست حضرتيها كينا دائما كنناخدو الحنة اللي الناس كيخافوا منها فالحنة كتقول كتنشف الشعر بالعكس اخذت السيدة التارف كيفاش تعمل معها كنتي من أن شعرها هي كيكون ناجف نزيدوا معها بعد الزيوت الحبوذ دي يكون هي الملوز دي كايكون مر كننا اخدو مثلا معلقة دي الحنة لكن الحساب بالكمية كان الشعر طويل كناخدو تدي ل Chev JS الطبيعية القهوة تكون مطبوخة ولا بودرة تكون بقى بودرة فيها هذو المكونات ديالها حقاش كنعرفو مدت الكافين يعني راها زبينة وكس هيجلينا هذا كسعة الانتعاش فمن اللي كنديروها احس كسعطي واحد اللون اللي هو جميل ومع الحنا ما كسعطيش هذك اللون اللي هو كيكون محل البرتقالي لما كيبغيوش الناس العكس لحقاش القهوة اللونها بني وكتكون هذك المسجل زيت اللوز فهو كيعطينا حتى هو علاج للشعرة وفي نفس الوقت كتاخد الامتصاص هذيك الشعرة والذيك الضغبة اللي كتكون حرشة ولا افريقية حتى هي كتستافد ولكن ما كتدرش بيه وحبه دا انها ملي كتدير سيدة هذ الوصفة فاش كتسالي كتاخد جوج بيضات اللي هنا يا هحنا دب خلطنا تقريبا قلتي معي القاة ديال حنا دب كنها هيك ودري معي جوج معي القات ديال القهوة العادية ديانا بودرة ودريتنا جوج معي القات ديال زيت ديال لوز المرة كنخلقوها كندهنوها الشعر ديالنا او البلاسة اللي فيها الشيب اكثر البلاسة اللي فيها نعم وملي كنخليوها مثلا واحد الخمستاش حسن لعشرين دقيقة لكن عندنا الشيب اللي قاسح وعانيد والشعر اللي كتكون ثلبة نخلي واحدة الخمسة واربعين دقيقة مزيان وفي التالي فاش كتبغي سيدة انها تعالج حسن اطراف وطول الشعر وكان ناشف كتاخد جوج بيضات يعني كتاخد غير الصفر ديالهم وكتضيف عليهم معلقة ديال الحامض او الليمون يعني الحامض كتاخدو وكتطربو مزيان باش كيخفف لنا هذك البروتيل اللي كيكون في هذك الصفر ديال البيض كحيد لنا حتى الريحة دونك من اللي كتبدأ كتعود تمالها كثير من جديد شعرها وهي في هذك الوصفة ديال الطواء وعلى النفس الطول دونك انها كتحصل على كيراتين طبيعي في الدار اللي كتتحول جدد بالكيراتين اللي موجود طبيعي في الشعر ديالنا وكتحيد حسي هذك اللون واكيد من اللي كتدير هذك هذك اللون وكتدوم عليها من جوج مرات حسل ثلاثة في الأسبوع كتتعطي وحد اللون اللي هو جميل بزاك وتقدر تدير حسا معلقة ديال القهوة اللي سريعة دوابان لحقاش كيكونوا فاوحد مكونات اللي كيكونوا زيدينهم في اللابوراتوار ولهذا كتعطي الريحة ما كتبقاش لي ريحت القهوة ما تبقاش لها بلوتو ريحت لبيض دونك هنا قلنا لوصفة ديالنا هذي كتغطي بها الشيب وكتعالج أيضا دونك جوج معلقة ديال زيت اللوز للمرة معلقة حتى الجوج ديال الحناء على حسب الطول أو الكتافة ديال الشعر وجوج المعلقة ديال القهوة العادية يعني بون يعني بطحون كنخلطوهم كنديروهم على شعرنا وخاصصا البلاص اللي فيها الشيب نعم عاديك الساعات من بعد خمسة واربعين دقيقة كتيرة كان الشيب عاصي يعني على هذا كان عاديرا كتبقى من عشرين من خمستاشر لعشرين نعم عايش كنزضيفو جوج بيضات نعم كنعاصر الحامض وكنحاولو اننا المصيوب يوم الشعر ديالنا وكنخليوش حلط الوقت كنخليوه مثلا واحد ربوع ساعة لحقاش بالزربك يكون المتصاص على موش التساوى ديال الشعر وفشكن ثالي وكنناخدوا وقت لك القهوة ثالي على الذوابان كنديروها في كاس ديال الماء اللي كنغسلو الشعر ما كسبقاش في ريحة البيض ما كسبقاش في تش ياريح وكسبقا ريحة القهوة نعم سافي كنشلو الشعر ديالنا سافي عادي بطريقة اللي هي سهلة ذونك زوين وكتعطي واحد لون يكون بلاياج بادر الشعر بذلك الماغون غري ليه ما تنسحش بالشي من شافة لي كتكون بيضاتش بكون شي لهم داكل حقاش كتطلق الحدنة ولا من بعد صراحة تبارك الله السيدة الدبولو ما شاء الله عليهم يعني هدي وصفة لي قدروا يديروها وصفة لي هي طبيعية بنسبة الناس لي ما كتبغيش انها تدير صباغات اول شي حاجة تمشي في الوصفة طبيعية شح المرة تديرها مثلا في الأسبوع مش فغي ما يدرق ذاك الشيب ومنجوج مرة تحتل ثلاثة اكيد في الأسبوع نعم نعم هاكتا كتشوف النتيجة اللي تبغي تحصل عليها هذا اي نوع دير الشعر نعم اي نوع دير الشعر هذك يعطي البنياز اما الناس اللي كيبغيوا الأحمر اللون اللي كيكون مثلا في الأحمارات هذك اللي كنقولوا أكاجو ولهذا اللون اللي كديروا لأغلبية التركيات كيديوا واحد لون لبرتقالي كيل السيدات اللي كيبغيوا مثلا هادا كما كسبقاش تقديرش القهوة دائما كتدير الحنة بشكل كبير وكتزد عليها الكركادي اللي كنعرفوه هو لون أحمر هلنا الكركادي هوش بودرة؟ من الأحسن اللي كان بودرة متوفر حيس كم اللي كان زيدو أصلا ذاك الماء كيكون ما كيكونش كيأتيش للنتيجة اللون بحل اللي كيكون يابس فكنا عرفو حسا قشور رمان ولا الدباغ اللي كان نقولو احنا كتدقيهم وكتزيدهم فهو كيزيد احمرار هذه الحنة وكيعطي واحد اللي هو فونسة يعني أكثر غمق يعني كيغمق لنا اللون ولكن ما كيكونش فاتح البنيات كيكون في الأحمارات يعني كيدخل فهذاك لغو لغو أورانج كتولي النتجة ديانة زوين دونك أعود أول تاني معلقة دي الحنة جوج معلقة دي الزيت اللوز هنا إلا بغيتو الأكاجو أو الحمر أو هذا أو دم الغازال نعم دونك نمشوف الكركادي بودرة هي ورضا اللي معروفة ولينا نعرفوها بزا دونك تأخذيها بودرة تهي معلقة أولا جوج معلقة جوج؟ كنناخدوها على حسب الكمية والكسفة تشعر بالمعلقة لها كان شعر كاغي ولا كان غحد الأكسف كنناخدوها معلقة لها كان تبار كلا كتيف وهذا كنناخدو المعيار دائما مضوبة كنخلطوهم حتى هما مع بعضهم؟ نعم كنخلطوهم وكنديروها سينو القشور دي الرمان يابسين ومدخوقين؟ نعم ده باد نيك يكون الرمان كتاخدو أي مرأة مغلبية كتديروه في الفران حتى يطفى وكتحتفظ بي في واحد القرع اللي بعيدة على الضل وكتكون الإناء محكم الغلق ودي الزاج ترجمة نانسي قنقر